دعوات أممية من وقف القتال الدائر بين الجيش الوطني الليبي والتشكيلات التابعة لحكومة الوفاق دون أن تلقى تجاوبا الأمم المتحدة قالت إنها لم تتلقى أي أخبار إيجابية أو استجابة لندائها العاجل بوقف القتال من أجل هدنة إنسانية تمكن المدنيين المحاصرين بمناطق القتال من النزوح إلى مناطق أكثر أمانا الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش دان ما وصفه بالتصعيد العسكري ودعا لوقف فوري للمعارك كما أكد ضرورة التمسك بالحل السياسي عن طريق الحوار والابتعاد عن أي حلول عسكرية وتقول الأمم المتحدة إن القتال أجبر أكثر من ثلاثة آلاف شخص على النزوح من مناطقهم قصر الإليزيه الفرنسي أعلن عن اتصالين هاتفيين بين الرئيس إمانويل ماكرو مع خليفة حفتر قائد الجيش الوطني وفايز السراج رئيس حكومة الوفاق وطالب ماكرو كليهما بوقف القتال فرنسا التي تعد من أنصار الجيش الوطني نفى أحد دبلوماسيها وجود خطة خفية لإيصال حفتر للحكم أما ألمانيا تمسكت بوقف القتال في ترابلس ودعت الجيش الوطني للعودة إلى الحوار السياسي إسماعيل الخولي العربية